اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من ماك دا تك اليوم بدنا نحكي عن الـ Power BI ونستخدمه شوي مع ChGPT او Artificial Intelligence او كيف فيه ساعد الـ Artificial Intelligence بالزكاء تابعه كيف نحن نعمل داشبردات و لويح تحكم بالـ Power BI احسن وافضل بلا ما نطوّل هنالوح ضغري على الكمبيوتر ونحكي عن هذا الموضوع بس قبل ما نروح اذا انتو بتحبوا هيك الموضيع وبتحبوا التابع هيك الموضيع وتعرفوا عنا اكتر لا تنسوا تعملوا لايك وشير الفيديو وسبسكرايب لحتى يوصلكم كل شيء اول باول على الكمبيوتر على الكمبيوتر منشوف هون قدامنا في الـ Dashboard تاع الـ Bicycle Sales اللي هو تاع الدراجات بلبنان واللي نحن نصرنا فترة عم نعمل حلقات عليه ومنحكي عنه بس هيدا الـ Dashboard هون ما عنا وصلي لإله اذا ما عنا Co-Pilot مثلا ليسا عدنا شوي اكتر بالرؤى تعيد اللي بدنا نعمله بس فينا نعمل شغلة انه نقدر نربط ChatGPT بس اذا كلمة بدنا نعمل شغلة بدنا نعمل Copy-Paste لChatGPT هيدا الشيء منه زكي ليش لانه عم ياخد المجر بغض النظر شو العواميد الموجودة بالـ Data شو اسم الجداول تاعيت الـ Data تاعيتنا وشو اسم طبيعة العلاقات اللي بتربط الجداول عنا اذا ما نروح على الـ Model View هون على الـ Data تاعيتنا منشوف انه عنا جداول اللي هنه بايسيكل سيل دابا بايسيكل تايب كارنسي تايبل هيدول المجر لما بتعملوا Copy-Paste لـ ChatGPT او لـ Gemini ما بيشوفهم ما بيعرف شو عم بيصير فيهم وما عارف شو طبيعة العلاقات اللي بتربط الـ Regions بالـ Bicycle بالـ Bicycle ما هيقدر يعرفهم هول كل ايتهم ميشن هيك اليوم هعرفكم على طول كتير بتساعدكم بربط المعلومات تاعيتكم بشكل انه ChatGPT او جيميناي يعرف اكتر ويفهم احسن المعلومات تاعيتكم الطول هي Dax Studio Dax Studio اذا بتشوفوه فيه الى داؤنلود اللي هو 333 Setup Installer للويندوز دغري او اذا بتكن تنزلوا Portable وتعملوا لـ Install بعدين فيكن كمان كل اللي عليكم تعملوه تكبسوا على Dax Studio هون وبالتالي دغري بس تكبسوا عليها هيدا بيعملكون داؤنلود تكبسوا عليه وبتمشوا بالـ Setup متل ما هي وبينزل عندكم الـ Dax Studio الاكيد اكيد انه لازم تكونوا فاتحين الـ Power BI تاعكم بعد ما تخلصوا تنزيل الـ Dax Studio بتجوا على الـ External Tools وبتروحوا على Dax Studio مجرد ما تفتحوه بيختح رابط لكم الـ Data تعيدكم متل ما انتم شايفين هون وبالتالي صارت الـ Data تعيدكم مربوطة بـ Dax Studio شو منستفيد من هالعملية؟ منستفيد من هالعملية بشغلة كتير حلوة وكتير حتساعدكم بالشغل اول شي بتكن تعملوا الـ Result اللي بتكن تعملوه لـ Run هون تروح على File ومجرد ما قلنا للـ Result تروح على File هتعملكم فايلات اسمه CSV هحطلكم بالرابط عندي بالفيديو جوا هيدول بقلب الوصف وهول هن الأوامر اللي بتكن تعطوها حتى يقدر يعملكم هيدول الروابط أو الـ Tables اللي بتكن تستخدموها بعدين بالـ ChatGPT أو بالـ Gemini خلينا ناخد هيدا بنعمله Control-C بتراحظو هاي اللغة بتشبه لغة الـ SQL اللي هي Select From System.TM Schema بدي الجداول عم بسحب الـ Tables بهيدا الطريقة وبالتالي بيجي لهون بعمل Paste لا الأمر اللي عطيته إنه جيب الجداول من هون وبعمل Run مجرد ما أكبس Run هيفتح لي وين بدك تسيبهن أنا عامل Folder للـ Data to Analyze هيدا أنا بعرف إنه هي Tables فبقبس على Tables وبقل له Save بما إنه أنا عاملهم قبل فكمان هارجع زيد Underscore Columns وبالتالي هيك بسحب الـ Columns أو العواميد وبقل له Run وبطلع لي بـ Columns بسيبهن بالـ Columns وبالتالي كمان برجع بسحب الـ Relationships الـ Relationships اللي هني العلاقات اللي بتربط الجداول ببعضها كمان بعمل Run وبحطها بالـ Relationships وبرجع بعمل Run كمان مرة رابعة لإسحب كل المجرز اللي أنا عاملهم وبعمل كمان Run وبحطهم بالـ Measures وهيك بصير في عندي أربع فايلات بتفسر طبيعة العمل تاع الجداول وتاع العلاقات تاع الجداول والمجرات وكل شيء لا الزكاء الاستماعي يستخدموا إذا كان ChatGPT أو إذا كان Gemini حلو؟ هلأ كل اللي علي أعمله بروح على ChatGPT بفتح جديد وبقل له لـ ChatGPT مثلا نعملها على الـ 2 أنا بدي أجيكم الـ 2 حد بعضهم خلينا نعملها على الـ 2 بفتح جميناي على ميلي وشاتGPT على ميلي وحطلب من الـ ChatGPT يجيب لي الملفات اللي هني هون وحطهم جوا وجيب كمان لـ جميناي نفس الشي ولـ جميناي نفس الشي وضيفهم كمان هون وبالتالي صار عندي اتنينتهم هلأ اللي بدي أجيكم إياه كمان اللي هحطلكم إياها كمان برابط الوصف هي الـ Prompt اللي هستعملها والـ Prompt اللي هستعملها هي معمولي بـ Prompt Master Builder سوأنا اللي عم قوله طبعاً ها أرجيكم إياها بالعربي انت خبير بتحليل بيانات Power BI اللي وحا أعطيك بالـ Power BI الملفات سأقوم بتزويدك بملف أو أكثر CSV مهامك أول مهام عندك تفهم بيانات فحص الهيكل الأعمدة وأنواع البيانات تحديد المقاييس الرئيسية الأبعاد والعلاقات المحتملة تسليط الضوء كل هيدول توليد الرؤى اكتشاف ثغرات إذا أنا عندي ثغرات بالـ Data اللي أنا عملها وتوجيه عملي أعملي توجيه عملي شو بتحض أو توصيني أعمل فيه بقلب الـ Power BI هيدا بالعربي أنا اللي هاخده هلا هاخد لـ Prompt بالإنجليزة بحكم أنه أنا معوّد أشتغل بالإنجليزة يعني هو فيكم تستخدمه بـ Prompt بالعربي إذا بتفضلوا هيدا الشيء وبيجي على جاميناي بكبله إياها وبيجي على تشاجي بيتي وبكبله إياها وبيقله إنتر وبقله إنتر لاحظوا جاميناي بلش يطلع data عم بيقلي بـ Overview of Datasest بيست على المتادات هاي دول عندك ستار سكيمة مظبوط أنا عندي ستار سكيمة وإذا كنت شوفوها أنا فيني أرجيكم إياها هاي ها ستار سكيمة تعيتي بقلب الماضل بتشوفوه هي شكلها مثل النجمة هاي دي ستار سكيمة صحيح عندي فاكت تايبل اللي هي بايسيكل سيلز داتا مظبوط هاي الفاكت تايبل بالنص وعندي دايمانشنز اللي هني سيلزمان البرادكت الريجين والكنتري تايبل مظبوط ريجين بايسيكل تايبل وسيلزمان هني كذا عندي هذه الريجين هي الريجين ليس بربوطة بشي ولكن موجودة لتساعدني بحويل العملة من دولار الريورو هلأ لاحظوا أنتو عم يعطينا كثير تاجيبيتي جيميناي وهيدا حنجدد جيميناي ليكوش سريع بأنو يعطي الداتا كلها ياتا الـ الاكزامبل الداكس فورميلة هلأ طبعا أنا بما أنو تارك تاجيبيتي فكر بريحتو فأخذ مجده بالتفكير أخونا لاحظين مش مشكلة خليه فكر هلأ لاحظوا اكتشف التابلز حطلي إياهن للتابلز هون كلياتهم الريليشنشيب التابلز وبلش يعطيني داتا لحتى ما أطول عليكم أنا أورادي عاملة قبل هنروح عليها ونشوف شو عطى تشات جي بي تي بالقبل أوبر فيو أوبر فيو تقريباً تنينة تماشين بنفس الطريقة لأنه البرومت اللي عطيتهم إياه كتير قوي لتحديد المهام المطلوبة فكلهم نوفر يو في الداتا سات الفاكت تابل مزبوطة ديمانشن ديسكنكتد هلبر صح الريليشنشيب دريشتوا الكوراكتلي ديفاين وانتو ماني وكذا وكذا كمان هون الماجر برزنت والكذا فيه ماجر ميسنج باليوز كون لك ديسكريبشن ارر ماجر are almost entirely empty كذا مفهوم كي انسايت بيعطيكم الكي انسايت وبيقلنا على الفاينانشل البرفومنس والتايم انتاليجنس تايبل وكمان عندي هون شي على الفاكس على الفورنس كارنسي اللي هي العملة ها خلصها هون هيتلا نشوف إذا طلعت معه نفس الداتا عطى تقريبا نفس الداتا اللي كانوا عطينيها قبل كي انسايت جابس اند ميسنج الارملة مكي favourite اختيار كيف يمكنك احسن وليك هون حتى كمان أعطاني المتركب اختيار كيف يمكنك احسن الارملة اكتر و غابس اند ميسنج data غابس اند ميسنج data كتير بتهمني لأنه تساعد بكتير امور غابس اند ميسنج data date intelligence ما عندي قالندر تايبل بقلب الارملة بيفضل هو انه يكون في كالندر تايبل. which is true. so customer and store data. the model is missing. dimension customer store location. unit economic. اه بزنس كونتكس. فيكن تختخدمه اتنين. جيميناي او تشات جي بي تي. طبعا بتلاحظوا تشات جي بي تي اداء اكتر بس اخد وقت اطول بكتير اللي يرد علي. بس جيميناي ما اثر ابدا والسرعة اللي رد علي فيها يمكن بتغطي على انه يكون كزا مش سريع او شي اك. recommended power bi improvement. شو بيطلبوا مني انه انا اعمل شي جدد وحسن بالداتا تعيتي. centralized measure. hide unused columns. optimize the scar schema. add documentation. performance tuning. performance tuning كتير قوي. هي بتسرع كيف الداتا بتشتغل عنها. وطبعا عطاني كود لداكس فورميلا تزيدن على ال power bi report تاعي. هلا بس هون تشوفوا قديش عطانا فرق اكتر الداتاكس فورميلا فيجول تبع تشات جي بي تي. لاحظوا. year on year. selected rate. حسن لي selected rate لانه رابطت لي الكارنسي بشي على الواب. بيحدد لي قديش الكارنسي عم تغير كل فترة وفترة. month name. والmonth number. quick quality check for your files. duplicate date table. detected remove one source table. كل هيدول القصص. انا بس عم حاول لكم قديش ممكن تتطوروا بال power bi report تاعكم باستخدام تشا جي بي تي او جيميناي او الذكاء الاصطناعي مفيكن تستخدموا اي واحد. تشا جي بي تي جيميناي. اللي بتكن يا مانوس. كلهم قوية وكلهم اسكية ويقدروا يساعدوكم بهيدا الامور. هيدا كم كل شي. بتمنى هيدا الحققة تكون عجبتكن. بتمنى تكونوا عم بتشوفوا معي كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدكم لتصنعوا. اشي اكبر بكتير من اللي انتو كنتو شايفينها من زاوية واحدة. لانو بيقدر يعطيكم زاوية مختلفة. لتشوفوا رؤى مختلفة. وتقدروا تعطوا نتيجة احسن. لا الريبورت ستاينكن بالمستقبل. ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب للفيديو. وتكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهالطرق هيدا اللي عم تساعدنا نعمل محتوى افضل بالريبورتات بتاعتنا باور بي اي. وهون نشوفكم الحلقة الجاي. سلام.